بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين الفوائد العظيمة للحجامة سنة عظيمة جدا غفل عنها كثير من الناس فكانت غفلة الناس عن هذه السنة سبب في إصابة الكثير من الناس من الأمراض الحجامة لها فضل عظيم جدا في السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث ما مررته ويملأ من الملائكة حين أسر به إلا وقال لي يا محمد مر أمتك بالحجامة مر أمتك بالحجامة مر أمتك كل ما يعدي على ملأ وقال عنه السلوات والسلام من احتجم اليومي سبعة عشر وتسعة عشر وحدة وحدة وعشرين من كل شهر كانت لهم شفاء من كل ده شفاء من كل ده الحجامة يعني أخفي أن أقول لحضراتكم أحد الأخوة أو أحد الجيران كان عنده سكر عنده سكر مات في الأربعينات مات في هو شاب فقال لي أنا احتجمت عدت أربعة شهر ما قدش أنسونيك خالص الحجامة هي الشيء الوحيد اللي فيه وقاية نزلك رسول عسم قال إن كان في أدويتكم شفاء فيها في سلاسة شربة عسل أو شربة أو شربة عسل أو شرطة محجم أو كي ولا أحب الكي بس رسول حسنا منها عن الحجامة يوم السابت والأربع السابت والأربعاء وفيه رواية أن الإنسان إذا احتجم السابت والأربعاء ممكن يصاب بأشياء مش كويسة يجيله بارة يجيله أمراض لكن أوصى بالحجامة من أفضل أيام الحجامة هي يوم الاتنين فالحجامة اللي هي فوضة عظيمة جدا بتقوي المناعة جدا فتح الشرايين تنق الدم يكفي أن أقول لحضرتكم إن إنسان إنسان دمه بيهيك يوم 13-14-15 من كل شهر لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيوم الأيام القمرية اللي هي الثلاثة أيام اللي هي 13-14-15 اللي إنه منسوب البحر يتفع حتى الناس بيطور البحر بيسموا هذي الأيام الأيام البحر هيتقى ملتم يعني ملتم يعني الموج بيزيد والمنسوب البحر بيرتفع لأن القمر بيكتمل ببادر لذلك تسمى هذي الأيام الأيام القمرية فالصيام في الثلاثة أيام دول مهم جدا فكذلك الحجامة في يوم 17-19-21 لها فوائد عظيمة جدا بس حاول تتتقي أي يوم السابت ومن الاربعة وتحتمش يوم السابت ومن الاربعة زي ما الإمام أحمد قال وأنا ههضط لكم كل الروابط فالحجامة يعني واحد من أحد الإخوة قال لي كان بيبعنده ألم المتزمية في كتفه في الكتف قال لي لما بحتجم بعض سنة كاملة بحسش بحاجة لو أنت مريد بأي مرض الحجام ممكن تغنيك على الأدوية تماما عشان واشواء أنا بقول لكم جاري ده لما احتجم وعنده سكر قعد أربعة تش ما ياخدش دوة لما بطل الحجامة وسبها وقعد فترة كبيرة سيبها زاد عليه المرض ومات ومات فعايزين يطل من كده الحجامة تقوي المناعة تلقي الدم من الدول السلسية والكولسترول العماء قالوا كمان أنها بتحسن وظائف الكبت جدا تشفي من ألم الروماتيزمية تقوي عادة القلب تلقي الدم من السموم يعني أنا من كنت محتاجين كنت بحس أن أنا يعني بحس أن أنا أعمل زر ريشة من الخفة بحس بخفة في القوة في الجسم وبحس أن أنا خفيف فالذلك أنا أي واحد ما بحتجمش لو تحتاج مجرب وحتشوف لذلك أنا طبعا ما بنكرش أهمية الأدوية الأدوية الكيميوية قال عليه الصلاة والسلام أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء فتدوى عبادة الله ولا تدوى بمحرم كما قال عليه في الحديث الصحيح لكن فين الطب النبوي يعني ابن القيم عمل كتاب عظيم اسمه زاد المعاد عن الطب النبوي وزارة ذكر فيه الأفاوض العظيمة الحجامة التي غافل عنها كثير من الناس فالعجامة لها أفاوض عظيمة جدا فأنا هحط لكم كل الروابط بتاعة الأحاديث جمعتكم كل الروابط يا ريت تنزلوا في الفاصل بتاعة الفيديو وتفتحوا الروابط وتقروا الأحاديث واللي ما بيحتاجمش يحتاجم خصوال الناس اللي عندها أمراض ولو أنت ما عندكش أمراض يحتاجم وقاية حتى هزمين أمراض حتى لو مرة كل ست ثلاث شهر ومرة كل ست شهر وقاية عشان ما تعياش فأنا هحط لكم كل لأنها بتاقي بتاقيك من كثير جدا من الأمراض بتاقي من السرطان وفيها علاج للسرطان يعني السرطان المرض المخيف هتقي نفسك من هذا المرض فأنا هكتب لكم طبعا مع الصيام يعني يعني عارفين الصيام خسن السرطان 14-15 اللي هو فقط عظيمة جدا فاللي بش قادر أنه يحتاج ما يبقى لقال لصم صم الثلاث الإساس آمن بيت فأنا هكتب لكم كل الكلام ده في الوصف انسخون شهون نشاهد عمي في طواب عظيم هل علم علم فهم لهو أجر من عمل بيها من قيامة لنقذ ذلك ونشاهد تابعي الجرس واشتراك في قناة ليس لكم كل جديد ونساعدونا عشان صنعت